وليد عبدالهادي برحيم محمد آغا أعمل في شركة بطرة الصناعات الهندسية بقسم الأمادة CNC منذ سبع سنوات سمير خيري أحمد نمر أعمل في قسم الأمادة قسم CNC في شركة بطرة الصناعات الهندسية منذ ثلاثة عشر عاما عسام يوسف أعمل في قسم المقصات في شركة بطرة الصناعات الهندسية منذ سبعة عشر عاما أنا محمود الزواهرة أعمل في شركة بطرة منذ ثمانت عشر سنة أحمد جاد الحق موظفي قسم الطعاجات أعمل في شركة بطرة منذ عشرين عاما أنا أباسل محمد عبد العزيز رئيس قسم الدان في شركة بطرة للصناعة الهندسية أعمل في الشركة منذ خمسة وعشرين عام ترجمة نانسي قنقر تأسست شركة بطرة للصناعات الهندسية عام 1987 بفكر استراتيجي من المهندس أسام حسين وكانت هذه هي التجربة الثالثة له في صناعة المكيفات في الوطن العربي حيث كانت التجربة الأولى في الكويت والثانية في الإمارات العربية المتحدة والثالثة في الأردن وهي النسخة الأقوى والأحسن شركة بيترا للصناعات الهندسية هي معجزة أردنية بامتياز هذه الشركة بدأت 1987 ب30 فني ومهندس وعامل وبهنجر واحد مساحة 3200 متر مربع أما الآن فشركة بيترا للصناعات الهندسية هي عبارة عن مصانع في منطقة الموجر 80 ألف متر مربع وخمسين سوق عالمي ومصنع مقام الآن في المنطقة التنموية في المفرق منطقة الملك حسين التنموية في المفرق ومصنع آخر في المملكة العربية السعودي انضميت لشركة بيترا بسنة 1989 كنت من مجموعة المونتسين الأوائل اللي بدوا مع الشركة وحضرنا طبعاً أو كنا يعني وما جينا كانت التأسيسات الأولية موجودة فإحنا بدينا في عملية الإنتاج في العالم بتلاقي مصنع متخصص بالكويلات ما بصنع إش غير كويلات إحنا عنا موجود مصنع للكويلات يضاهي أي مصنع تاني موجود في العالم من الإنتاج من ناحية الإنتاج بكل مراحله في عنا مثلاً الجزء أو القسم اللي بيصنع اللوحات الكهربائية في مصنع في العالم قائمة على تصنيع لوحات كهربائية ما بيصنع غير لوحات كهربائية فهو هذا مصنع تاني المصنع اللي بيصنع الصاج يعني كل عمليات تشكيل الصاج وكل عمليات المراحل اللي بمر فيها الصاج حتى يطلع بشكله النهائي هذا مصنع متكامل في عنا كمان حقيقةً خطين أو تلتخطوط للدهان اللي هو الفرن الحراري برضو في العالم في مصانع بس هي وظيفتها إنتدان أنت بتودي له الصاج بذهن الصاج بيسمك هي مدهون بس ما بيسوي إيش تاني فأنا حقيقةً يعني بعتبر أنه اللي موجود في بترة يعني هي عدة مصانع موجودة داخل مصنع واحد بتمكننا أنه ننتج قدر واسع جداً من العمليات الإنتاجية بشكل في شركة بترة من سنة 93 شغلتي مبرمج كمبيوتر أي وحدة تكييف تتكون عدد من جزئين وحدة داخلية ووحدة خارجية لما ليجي يركب الوحدة الداخلية والخارجية لازم يكون الوحدات أو الكمبوننت متناسقة مع بعض أي شغلر أو أي حاجة بيطنع قبل ما يروح للإنتاج وقبل لو يروح للديزاين يجب أن يتم عمل تيكنيكال داتا تبعته التقرير تبعه بالضبط كل المعلومات إذا المعلومات متناسقة مع بعض بيبدو يصنعوا في الطريقة قبل هيك؟ لا بدأت الشركة في سوقين فقط سنة 1987 هما العراق والكويت والآن تبيع الشركة في خمسين سوق تقريبا معظم هذه الأسواق في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وكذلك في أوروبا وأمريكا ترجمة نانسي قنقر بداية بيترا المفرق بداية الأعمال الإنشائية كانت حدود سمت 2006 بداية العمل الفعلي فيها كان في 1-4 بداية الإنتاج في 1-4 سنة 2011 بطر المفرق مختص في اللحظة هاي بتشكيل الصاج اللي بيشكل الهيكل تبع المكينة طبعا القوالب هي التي تشكل الصاج يعني كل عمليات تشكيل الصاج عندنا بواسطة القوالب بواسطة الكبس بالإضافة للمكابس يعني بعد تشكيل الصاج دهانه والهياكل المعدنية الفولاذية تاعة المكائن كلها بتم تصنيعها في بطر المفرق في موجود في بطر المفرق مجموعة ضخمة من المكابس وآلات الخراطة والقطع والتشكيل موسيقى 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 الأهم من هذا إنه إحنا بنكون بتصنيع القوالب الخاصة بهاي المكابس بأنفسنا يعني عادة بقيط المصانع تستورد القوالب جاهزة من الخارج بينما إحنا أي أقالب بنحتاجه بنقوم بتصنيعه بالكامل في داخل هذا الهنقر موسيقى هاي نواة بطر المفرق بطر المفرق الآن هو مكون من خمس هناغر مساحة كل هنقر خمس تلاف متر مربع مجموعهم حوالي مجموعهم 25 ألف متر مربع موسيقى هذه الشركة شركة بترا للصناعات الهندسية هي قصة نجاح أردنية بامتياز حيث أصبحت الأردن على خارطة العالم بالنسبة للصناعات المكيفات لقد أصبحت مواصفات شركة بترا للصناعات الهندسية توصف من قبل الاستشاريين في القارات الخمس ويعود هذا إلى المبدع الأردني المهندس أسام حسين والفريق الذي يقوده المهندس أسام حسين من مهندسين ومصممين أردنيين استطاعوا أن يصمموا أرقى المكيفات في العالم ويصدروها إلى جميع أنحاء العالم أرقى المهندسية المهندسية أرقى المهندسية المهندسية